اشتركوا في القناة الى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون اول واحد كي توصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك والتفعيل الجرس صحيفة ماركة الاسبانية تفضح الدولية المغربي يوسف انصاري سلطت صحيفة ماركة الاسبانية الضوء على اداء يوسف انصاري مهاجم فريق فنربخش التركي حيث اعتبرت ان مستوها الحالية يعكس ضعفا دهنيا واضحا وذكرت الصحيفة انصاري اما ان يسجل هدفا في كل مباراة او يفشل بشكل لا يصدق مما يعكس عدم الاستقرار في ادائها وبحسب ماركة فقدع ننصاري من صعوبة في التألق مع فنربخش حيث شارك في عشر مباريات حتى الان في مختلف المصابقات لكنه تمكن من تسجيل هدف واحد جاء في مباراة ضد كوزيبي خلال الجولة الثانية من الدولة التركية واشرت الصحيفة الى انصاري كان يبدو دائما وكأنه مهاجم واحد الا ان ادائه قد تخللته فترات من التراجع الكبير وذكرت انه لعب على الجناح في لغانيس لكنه لم ينجح هناك مضيفة ان المنافسة مع ايدينزيكو في فنربخش قد تعني ان انصاري سيجد صعوبة في الحصول على الفرصة وفي ختم التعليقات اكدت ماركة الاسبانية ان يوسف انصاري يواجه تحديات نفسية تؤثر على ادائها حيث يعاني من فترة يكون فيها في قمة تألقه واخرى يعاني فيها من غياب الاهدف ودعت الصحيفة الى ضرورة ان يجد اللاعب اتقة لازمة لاستعادة مستواه السابق وليد راقراغي يطلب جامعة القجع بالتحرك بسرعة لضم هذا النجم من منتخب فرنسا يشهد المشهد الكروي المغرب اهتماما متزيدا باللاعب الشاب الواحد اي بعد الذي يقدم اداء مميزا مع نديل الفرنسية فقد اعلنت مصادر مقربة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ان المدير الفني للمنتخب الوطني وليد راقراغي معجب للغاية بموهبة بعد ويرغب في ضمه الى صفوف اسود الاطلس وتأتي هذه الرغبة بعد الظهر اللافت لبعدي في مباراة الليلة الاخيرة امام ريال مادريد في دور ابطال اوروبا حيث قدم اداء استثنائيا ساهم من خلاله في فوز فريقها وقد ابلغ وليد راقراغي مسؤول الجامعة باعجابه الكبير بقدرة اللاعب الشاب وطلب منهم اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمه الى المنتخب الوطني المغربي ومن المتوقع ان يشهد المستقبل القريب صراعا بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الفرنسية على كسب خدمات بعدي حيث يسعى كل منهما لضمه الى منتخبه الوطني وتأتي هذه المنافسة في ظل النجاح المغرب مؤخرا في تأهيل اللاعب اسم الصحراوي الذي يلعب ايضا في الصفوف الليلة الفرنسية ومن المتوقع ان يلعب اسم الصحراوي دورا مهما في اقناع ايوب بعدي بالانضمام الى المنتخب المغربي خاصة وان اللاعبان يتشاركان في نفس النادي الفرنسي ويرتبطان بعلاقة صداقة قوية بعد استدعائه للمرة الاولى عبد الحميد ايت بودلال يعبر عن صعادته بحمل قمس المنتخب المغربي عبر عبد الحميد ايت بودلال عن فخره الشديد بعد ان تم استدعائه لقائمة المنتخب المغربي الاولى الذي سيواجه افريقيا الوسطى في تصفية كأس امم افريقيا الفين وخمسة وعشرين وفي منشور على الحزبه الرسمي بموقع الانستغرام كتب لاعب استدرين الحمد لله انا فخورا جدا باستدعائي لاول مرة الى قائمة المنتخب المغربي الاول ومن المقرر ان يلتقي المنتخب الوطني نظره الافريقي في الملعب الشرفي بمدينة وجدة يومي الثاني عشر والخمس عشر من اكتوبر الجاري ان شاء الله ريدا بالحيان فخورا بهذا الاستدعاء ولا استطيع الانتظار لحمل القمس الوطني عبر ريدا بالحيان لاعب نادي هيلس فيروناليطالي عن سعادته بعد تلقيه دعوة النخب الوطني للمشاركة في التوقف الدولي المقبل لحساب التصفية الافريقي المؤهلة لنهائية كان المغرب الفين وخمس وعشرين وقلب الحيان عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فخورا بهذا الاستدعاء هو الجزء الاول من الحلم الذي بدأ يتحقق واضف لا استطيع الانتظار لارتداء قمس الجميل واقدم النخب الوطني وليد ريدا على استدعاء مجموعة من اللاعبين للمشاركة في مباراة افريقي الوسط المقبلة ويتعلق الامر بكل من صلاح الدين شهاب حارس المغرب الرياضي الفاسي وعبد الحميد ايت بودلال لاعب ولنا الفرنسي وجمال حركاس من الوداد الرياضي وأسامة الصحراوي من ليلة الفرنسي وريد بالحيان من هلاس فيرون الإيطالية ويواجه المنتخب الوطني منتخب افريقي الوسطى دهبا يوم السبت الثاني عشر من اكتوبر الجاري عند استعد ثمين مساء بتوقيت المملكة المغربية على ارضية الملعب الشرفي بمدينة وجداء على ان يجرى لقاء الاياب بعد ثلاثة ايام في نفس الملعب وفي نفس التوقيت برسم الجولة الرابعة من تصفية كأس امم افريقيا المغرب 2025 قبل السحب القرعة يوم الاثنين المقبل الكاف يحدد تصنيف الاندية في عصبة الابطال وكأس الكنفيدرالية حددت لجنة تراخص الاندية والمسابقات في الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم الخميس تصنيف الاندية التي تأهلت الى دور المجموعة لمسابقة عصبة الابطال وكأس الكنفيدرالية وفقا لتقرر الصعفية فان التصنيف الثاني لدور ابطال افريقي يضم فارق الرجاء الرياضية الى جانب شباب الوزداد الجزائري وينغ افريقانز الطنزاني وبراميدز المصري في حين يضم تصنيف الاول الاهل المصري والتراجية التونسية وماميلودي ساندونز الجنوب افريقي وتيبي مازينب الكونغولي اما بالنسبة للتصنيف الثالث فيشهد تواجد كل من الهلال السوداني وارلانو بيراتس الجنوب افريقي وسقرادا الانغولي والجيش الملكي المغربي بينما يضم التصنيف الرابع مولودية الجزائر ومينياما يونيون الكونغولي والجولي بالمالي واسطاد ابيت جونال افواري ومن جهة اخرى يتواجد فارق نهضة بركان في التصنيف الاول لكأس الكنفيدرالية الافريقية رفقة الزمالك المصري واسنبا طنزاني واتحاد العاصمة الجزائرية ويتواجد في التصنيف الثاني كل من اصيق ميموزا الافوارية والملعب المالي والمصري البرتاعيدي والصفاق سي التونسي اما التصنيف الثالث فيضم فريقي اينبا نيجيري وغرافا السنغالية وتم وضع الفرق الست المتبقية في التصنيف الرابع نظر لخروجها من التصنيف الافريقي خلال الاعوام الاخيرة ويتعلق الامر بالواندا وبرافورز الانغوليين والنادي القسطنطيني الجزائري وأوروبا يونيتد البوتسوانية وبلاك بولز الموزنبيقي واستيلانبوش الجنوب افريقي جيدا بالذكر النقعة تدور المجموعة للمسابقتين القريتين ستجرى في القاهرة يوم الاثنين المقبل اشتركوا في القناة